السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم متابعي قناة تاريخ فيه عبر أرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد أستكمل معكم اليوم ما بدأناه من سلسلة سيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قد تناولت معكم في الحلقة السابقة بشكل مختصر كيف نصر الله خالداً ابن الوليد بالرب يوم أمغيشيا واستسلام أهل الحيرة واليوم أتناول معكم بالتفصيل هذه الواقعتين في أول شهر ربيع الأول من العام الثاني الهجري تمكن جيش المسلمين من تحقيق الانتصار الرابع في غضون شهرين على جيش الإمبراطورية الفارسية في أرض ألس في معركة نهر الدم واستطاعوا خلال ذلك الانتصار توجيه ضربة قوية للغاية للبلاط الفارسي فبالرغم من قدرة الإمبراطورية الساسانية على تجميع جيوش جديدة دائماً في غضون بطاعة أيام بعد كل معركة إلا أن الهزيمة الأخيرة لهم ومقتل هذا العدد الهائل من الجنود جعل الجميع في البلاط الفارسي يرغب في التأني والتفكير جيداً قبل أن يتحرك مجدداً لمواجهة خالد بن الوليد وجيش المسلمين خالد رضي الله عنه كان يريد أن يستغل وقع الانتصار المدوي في معركة ألس ولذلك أمر جيش المسلمين أن يتحركوا فوراً ويتجهوا لمدينة أمغيشيا القريبة للغاية من ألس وكانت تلك المدينة إحدى مدن العراق الكبرى وكانت تنافس الحيرة في حجمها وعدد سكانها وفي غنى وفخامة أسواقها وكانت أرض ألس تقع بالقرب منها وكانت تعتبر بمثابة حائط صد أمامي لمدينة أمغيشيا الكبرى ومع وصول جيش المسلمين للمدينة تفاجأوا بمدى ضخامة المدينة وفخامة مبانيها وكثرة ثرواتها ولكن مفاجأتهم الكبرى كانت خلو أرضها من أي سكان وذلك بسبب رعبهم من خالد ابن الوليد فشباب ورجال المدينة كانوا قد مات معظمهم جميعاً ضمن الجيش الفارسي في المعركة الأخيرة بينما هجر الشيوخ والنساء والأطفال المدينة وانتشروا في الريف المجاور بعدما سمعوا بأنباء اقتراب جيش المسلمين منهم فكانت المدينة تعتبر غنيمة باردة للجيش المنتصر وملئة بالثروات والسفن التي قد يستخدمها جيش المسلمين للتنقل وكما هو معتاد قام خالد ابن الوليد بتوزيع أربعة أخماس هذه الغنائم على الجيش وأرسل الخمس للمدينة كحصة للدولة الإسلامية ويقال أن مقدار الغنائم التي حصل عليها المسلمون كان يعادل مقدار الغنائم التي حصلوا عليها في جميع المعارك الأربعة السابقة وكان نصيب الفارس وحده حوالي 1500 درهم فلما وصلت أخبار الانتصار والغنائم لخليفة المسلمين في المدينة فريح بشدة وجمع الناس وقال جملته المشهورة يا معشر قريش عدا أسدكم على الأسدي يقصد ملك الفرس فغلبه على خراذيله أعجزت النساء أن ينشئن مثل خالد في تلك الأثناء كانت الأوضاء متوترة للغاية في مدينة الحيرة فبعد أن بلغتهم الأخبار بالهزائم المتتارية في أرض كاظم والمذر والوليجة وألس وكذلك أمغيشيا توقع الجميع أن يكونوا الهدف التالي لجيش المسلمين بعد أن أصبحوا على بعد أيام قليلة من المدينة ورغم أن الحيرة كان لها ملكا عربيا في ذلك الوقت إلا أن الحكم الفعلي للمدينة كان يرجع لحاكم فارسي يدعى أزاذبه وكان هذا الرجل قائدا لحاميتها فأدرك هذا الحاكم أن عبء الدفاع عن المدينة يقع تحت مسؤوليته الآن وكأي ابن بار للإمبراطورية الفارسية قرر أن يبذل كل جهده للدفاع عنها ولذلك أخرج الحامية العسكرية من ثكناتها وأقام معسكرا على ضواح الحيرة ومن هناك أرسل ابنه مع مجموعة من الخيال لإقاف تقدم خالد ابن الوليد والمسلمين وأشار عليه أن يسدق ناطر الفرات حتى يقطع الماء ويمنع تقدم جيش المسلمين بالسفن التي حصلوا عليها في أمغيشيا فانطلق بالفال ابن أزاذبة مع مجموعة من الفرسان وعسكرا عند فم فرات بادق لي وأمر ببناء سد من التراب والقسب وفتح مسالك أخرى ليسلكها الماء فلما اكتمل بناء السد أمر قوة من الفرسان أن تتقدم وتقيم بمنطقة المقر على فم نهر العتيق لتأمين المكان في خلال تلك الأحداث كان خالد ابن الوليد قد انطلق من أمغيشيا قاصدا الحيرة ولأنه كان لا يريد أن يتعطل في مسيرته بسبب الأراضي الطينية والمياه المنتشرة فيها والتي زادت بسبب فيضان نهر دجلة والفرات خلال شهور الربيع اتخذ قرارا بأن يستخدم السفن لنقل جيشه والمعدات الثقيلة سريعا عبر النهر على أن تسير الخيول بالقرب منها على الأرض ولكنه بمجرد أن بدأ مسيرته حتى فوجئ بانخفاض مستوى المياه تدريجية حتى ارتطمت السفن بقاع النهر فانتشر الذعر بين المسلمين ولم يدروا ما السبب لذلك فأغلبهم كان يركب السفن لأول مرة في حياته ولكن قام الملاحون من أهل البلاد بتفسير ذلك الأمر لهم وأخبروا خالدا رضي الله عنه بأن ذلك من فعل سد قام الفرس ببنائه حتى يحول الماء طريقه ويمنع المسلمين من السير بالسفن فقرر خالد ابن الوليد أن يتحرك فورا مع مجموعة من الفرسان ليشن غارة على الفرس ويفتح السد وتقدم فعلا بمحاذاة النهر حتى وصل لمكان تواجد خيالة الفرس ويبدو أن وصوله كان مفاجأة غير متوقعة لهم فقبل أن يتمكنوا من تنظيم أنفسهم للدفاع تمكن خالد والمسلمون من الإنقضاض عليهم واستطاعوا أن يقضوا عليهم جميعا ودون أن يرتاح أمر الفرسان أن يواصلوا التقدم سريعا للوصول إلى مكان السد وهدمه في تلك الأثناء كان ابن أزاذبة مطمئنا لوجود مجموعة من الفرسان في منطقة المقر كخط دفاع أمامي لهم وكان يعتقد أنه في حالة هجوم المسلمين عليهم هناك فلابد لأحد من فرسانه أن يترك المكان ويتجه فورا إليه لإعلامه بوصولهم فيستطيع عندئذ أن ينظم جماعته لصد تقدم المسلمين فكان واثقا للغاية من نجاح خطته ولجأ ومن معه من الرجال للراحة ولكن ما هي إلا لحظات حتى وصل خالد ابن الوليد ومعه فرسان المسلمين وانقضوا سريعا عليهم وقضوا عليهم واحدا تلو الآخر فسقط ابن أزاذبة صريعا وعلامات الذهول على وجهه ولم ينجسوا عدد قليل للغاية من الفرسان الذين تمكنوا من الهرب واتجهوا فورا نحو الحير الإبلاغ أزاذبة بما حل بهم بعد أن سيطر سيف الله المسلول على المكان أمر بهدم السد وردم المسالك الأخرى للمياه التي أقامها الفرس فعد الماء يجري في طريقه المعتاد في النهر فأرسل أحد الفرسان إلى أصحابه والسفن ليلحقوا به واتخذ القرار بمواصلة التقدم نحو الحيرة وصلت الأنباء سريعا لأزاذبة بمقتل ابنه والفرسان فكانت شديدة عليه ورأى أنه غير قادر على تحمل مسؤولية الدفاع عن الحيرة وحده فقرر أن ينسحب ويترك هذه المهمة للعرب من أهل المدينة وما هي إلا ساعات قليلة حتى اجتاز نهر الفرات متوجها إلى المدائن عاصمة الدولة الساسانية بعد التحاق جيش المسلمين بخالد رضي الله عنه بدأ في التحرك فورا نحو الحيرة ويبدو أنه كان يتوقع أن تكون المقاومة شديدة عند المدينة فقرر أن لا يقترب منها مباشرة وحرك جيشه وسار حتى وصل لمدينة تقع على بعد ثلاثة أميال شمال غرب الحيرة ومن هناك تحرك حتى وصل لمكان معسكر أزاذبة السابق وبدأ يقترب للحيرة من الخلف ومع وصوله للمدينة تفاجأ بشدة عندما وجد أبواب المدينة مفتوحة أمامه ورغم أن أهل الحيرة لم يهربوا منها إلا أنهم لم يقاوموا جيش المسلمين فتركهم الجنود في حال سبيلهم وتغلغلوا داخل المدينة وتعجب خالد بن الوليد من استسلام المدينة بتلك السهولة ولكنه سرعان ما أدرك حقيقة الموقف فرغم أن الحيرة كانت مدينة مفتوحة من السهل ضمها إلا أن قلاع المدينة الأربعة كانت مغلقة أمامه فقد تمركز بداخل كل قلعة حامية قوية تحت قيادة أحد زعماء العرب وكانوا على أتم الاستعداد للقتال والدفاع عنها قلاع الحيرة كانت في مواجهة بعضهم البعض وكان بداخل كل قلعة قصر كبير تسمى القلعة على اسمه فكانت القلعة الأولى تسمى بالقصر الأبيض ويعيش بداخلها إياسو بن قبيسة مليك العراق من العرب وكانت القلعة الثانية تسمى بقصر العدسين وفيها زعيم يدعى عدي بن عدي أما الثالثة فعرفت بإسم قصر بني ماز وفيها ابن آكال أما القلعة الأخيرة فكان فيها زعيم مشهور يدعى بعمر ابن عبد المسيح فقرر خالد أن يقسم القوات ويرسل كل جزء نحو إحدى القلاع لضمها تحت قيادة قائد من المسلمين فأرسلت ضرار ابن الأوز للقصر الأبيض وضرار ابن الخطاب لقصر العدسيين وضرار ابن المقرن لقصر بني ماز أما القصر الأخير فاختصله المثنى ابن حارثة وأمرهم بمهاجمة القلاع وضمها ولكنه شدد عليهم بأن يعرضوا أولا على حاميات القلاع ويخيروهم بين واحد من ثلاث إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية مقابل الحماية أو القتال وأخبر قادته بأن يمهلوهم يوما واحدا للتفكير بالأمر فتحركت القوات فورا من مكانها لتنفيذ هذه الأوامر ولكن رغم ذلك رفضت القلاع جميعا التسليم وصمموا على القتال فبدأ المسلمون يومهم التالي بالهجوم أول المهاجمين كان ضرار ابن الأوز بعدما شن مع المسلمين هجوما على القصر الأبيض ولكن مع تقدمه أطلق رمات الأسهم من فوق الأسوار الأسهم على المسلمين واستخدموا المنجنيق لرمي كرات من الطين عليهم فتقدم ضرار ومعه مجموعة مختارة من رمات الأسهم حتى أصبح قريبا من الأسوار وأمر فورا بإطلاق دفعة واحدة من الأسهم بغزارة نحو رمات المنجنيق فأصابتهم السهام جميعا وقتلوا فورا وسقط معهم مجموعة من رمات الأسهم على الأسوار فاضطرت فورا البقية للتراجع والتخلي عن مواقعها وانسحبوا جميعا بسرعة من أمام الأسوار ونفس الحال كان بالنسبة لبقية القلاع فلم ينضي وقت طويل حتى طلب زعماء القلاع الأربع التفاوض مع قائد جيش المسلمين فاجتمع خالد بن الوليد مع كل قائد على حدة أولا وبدأ بعدي ابن عدي ولامه بشدة على الإنحياز للفرس وقتل العرب من أبناء دمه فأخبره عدي أنه عربي الأب واللسان مثلهم فدعه خالد بن الوليد للدخول في الإسلام فإن رفض فعليه بالجزية مقابل الحماية مع التمتع بأراضيهم وحرية دينهم فإن رفض فلن يترك له مجالا إلا القتال والعداوة فوافق عدي على دفع الجزية فاستاء سيف الله المسلول لأنه كان يرغب في إسلام أهل الحيرة ولكنه كان قرارهم جميعا بعد الاجتماع معه فصالحوه على مبلغ تراوح بين الثمانين ألف لمائة وتسعين ألف درهم حسب عدة روايات وأهدوا له الهدايا فلما أرسل تلك الهدايا لخليفة المسلمين بالمدينة يعتبر أبو بكر صديق رضي الله عنه تلك الهدايا جزء من الجزية للتخفيف على أهل الحيرة وكانت الجزية على القادرين على القتال فقط وعلى حسب أحوالهم وتم إعفاء النساء والشيوخ والأطفال منها وفي منتصف الربيع الأول من العام الثاني عشر هجرية كتبت شروط المعاهدة وتم توقيع الاتفاقية وفتحت أبواب القلاع وضمت أخيرا مدينة الحيرة فتحققت المهمة التي أعطاها خليفة المسلمين لخالد بن الوليد بعد أربعة معارك كبرى وعدة اجتباكات صغيرة في خلال شهرين ونصف كان الفتح الحيرة آثرا كبيرا على الدولة الإسلامية في ذلك الوقت فيكانت أول عاصمة من عواصم الأقاليم التي يحكمها الفرس تسقط في أيد المسلمين وكانت قاعدة تموينية كبيرة لهم كان موقعها الاستراتيجي كان مميزا داخل العراق فيتعتبر على حدود الصحراء ويمكن اعتبارها مركزا لإدارة العمليات في المستقبل وطريق للانسحاب وخط رجعة إذا لزم الأمر ولذلك كان لابد للمسلمين من تأمين المناطق المحيطة بها فقام خالد رضي الله عنه بإرسال الرسل لأمراء الأقاليم المحيطة به وخيرهم بين الإسلام أو دفع الجزية أو القتال فاختارت جميع الأقاليم دفع الجزية بعدما اطمأنت لحسن معاملتهم لأهل الحيرة وقرروا العيش تحت حماية المسلمين وتم توقع الاتفاقيات والعهود بشأن ذلك في خلال تلك الأحداث كانت أحوال الفرس تسوء كلما مر الوقت فصغر سن الملك يزدجر كان يمنعه من إحكام سيطرته على حكام الأقاليم كلها وتوحيد الجيوش معا وكانت مهمة قيادة الجيش العام في ذلك الوقت من نصيم بهامان جاذويه فعمل هذا الرجل بكل طاقته لتنظيم الدفاع عن العاصمة الفارسية المدائن فهو كان متأكدا من هجوم المسلمين عاجلا أم آجلا عليه وكان يرغب في أن تكون الدفاعات محكمة عندما يأتون كان خالد يعلم ذلك الأمر جيدا فبعد أن قام بتدمير أربعة جيوش كاملة رأى أن الفرس الثانيح الآن لتأمين المناطق بين دجلة والفرات دون أن يلقى مقاومة من الجيوش الفارسية فأرسل فرسانه لتلك المناطق لدعوة الأهالي للدخول في الإسلام أو دفع الجزية وأسند مهمة قيادتهم لأكفى أمرائه وهم ضرار ابن الأزور والمثنى ابن حارثة والقعقاء ابن عمر وفي غضون شهر واحد فقط كانت المنطق الواقع بين النهرين تحت سيطرته تماما فأصبح الطريق خاليا أمامه للتوجه نحو الشمال وبهذا أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الجزء من قصة خالد ابن الوليد كيف فتح أميغي شاب بالرعب وفتحه للحيرة وإن شاء الله أستكمل معكم باقي سيرته في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر